اشهر مدرس في مصر مش بيمشي غير بجردات ومعه بدل المليون اتنين وثلاثة الفيلة البتاعته والشالهات في كل حتة مش فارق مع المادة بتاعته تتلغي ولا لا ايه حكاية سيد عراقي اسطورة الفلسفة في مصر ازاي معاه ملايين كتير ومش فارق معاه مادة وتلاغت كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده في مدرسين فلسفة في مصر وفي سيد العراقي ده على كلام الطلاب اللي راحوا دروس عنده فهو اسطورة الفلسفة في مصر خلال السنين اللي فاتت اسطورة بمعنى الكلمة شرحه محتوى وكل حاجة والاهم طبعا عنده الطلاب هو الهدايا الكتير اللي كان بيهديهم بيها بس مش اي طلاب دي للمتفوقين واصحاب المجاميع العالية وانت واكتهادك بقى ان جبت الدرجة النهائية في المادة بتاعته في الاغلب هتاخد هداية وفي الاغلب هتكون موبايل ايفون احدث موديل تلحق تدخل به الكلية بتاعتك المهم اللي مستر سيد العراقي في عزه كان بيروح الدروسه مع عربيات كتير مارسيدس حتى الناس اللي معاه بيبقوا راجبين عربيات مارسيدس ما شاء الله عليه وكمان عنده فيلال واصور بملايين الملايين منهم اللي في الساحل الشمالي ومنهم اللي في قلب العاصمة ده غير المدارس الدولية اللي بيديرها هو بنفسه قال ان خلاص هيدير المدارس دي بعد ما المادة اللي كان بيدرسها بقت مش مهمة قد كده ولشان كده مش فارق معاه المادة بتاعته تتلغي او تتوجد دلوقتي وزي ما كلكم اكيد عارفين ان المادة اللي كان بيدي فيها دروس ما بقتش مهمة للطلاب زي الاول بقت خارج المجموع وبقى فيه الاهم منها وتحول مستر سيد العراقي دلوقتي من اشهر مدارس في مصر الاشهر ناصح ايوا سيد العراقي خلاصت بالتدريس سم موضوع الدروس والقصة دي ودلوقتي بقى بيركز في حياته الخاصة يدوب بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم الاخير ما خلص وامطالع هو فيديو بيحكي فيه اسوأ خبر سمع طلابه قال لهم انه خلاصت بالتدريس ولو مؤقتا الفاترة دي يعني وطالب من كل الطلاب اللي كانوا حاجزين معاه انهم يروحوا مجموعة السناتر اللي كان مشغلها يروحوا وياخدوا الفلوس اللي دفعوها الفكرة ان مستر سيد العراقي كان طالع في الفيديو ده وهو بيحكي عمل ياكل مانجا وعنب في الحديقة بتاعته ومبسوط جدا سعيده مرتاح البال مش زي مدرسين تانين كتير زعلوا لما سموا ان المواد بتاعتهم ما بقاش لها اهمية كبيرة مستر سيد العراقي دلوقتي تحول خلاص من اشهر مدرس في مصر الاشهر ناصح خلاص بطل يشرح مؤقتا للطلاب دروس الفلسفة ودلوقتي بقى بيدي لهم نصايح اكاونت التيك توك بتاعه والفيسبوك بقى عبارة عن نصايح مهمة للجمهور ومتابعين ليه واللي اكيد اغلبهم من الطلاب بتوعه او الطلاب الصغيرين لسه اللي بيحبوه عن طريق صمعته الطيبة مستر سيد العراقي شهرته في وقت من الاوقات ووصلت ان عدد كبير من الاعلامين في مصر كانوا بيتكلموا عنه وعن الحالة اللي عاملها وسط الطلاب سيد العراقي من كتر جماهيريته وشهرته الراجل كان بيدي دروس وحسس في الاستاذ متخيلين الاعداد اللي كانت عنده المستر ده الطلاب عنده كانوا بالالاف اعداد كبيرة جدا بتصق فيه وفي مجهوده وبناء على ده كان بيعمل فلوس كتير ما شاء الله عليه ده في مرة من المرات قال عنه الاعلامي عمر قديب ان لو سيد العراقي حضر ليه مسعى عشر تلاف طالب في الاستاذ احسبه بقى لو كل طالب دفع ميت جنيه في الحصة او متين الحصة دي تصفي كان في الاخر مع سيد العراقي المدرس ده من شهرته كان بيمشي بجارداد وعنده من الدروس والحسس اللي عملها فيلال وفلوس كتير نتيجة مجهوده بس الظاهر كده العن صابته والمادة كلها على بعضها ما بقتش مهمة ولنتم اي رأيكم اكتبونا رأيكم في التعليقات